اشتركوا في القناة المغربي اللي كان في السابق وتقريبا في عام 2016 عمل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي شنو حكاية العراف هذا؟ أكيد لكنا نتفكر كاميل المغربي اللي كان يعمل رقية شرعية حسب ما يزعمه هو باتبيحة بين قوسين البرد كان يعمل حركات غريبة كان يشرب ماء ساخر حد الغليين أمام الجميع العراف اللي تعرض البرشة تذيقات من الأمن التونسي اليوم العراف كاميل المغربي يرجع ويعمل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وان أذنت نياب العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس الاحتفاظ بالعراف كاميل المغربي وذلك من أجل شبهات تتعلق بتبييذ الأموال والتهرب الضريبي وممارسة الشعوذة وفق ما أكده مصدر مطلع لموزيك وحسب ذات المصدر فإن منطلق الأبحاث ضد عراف بومهل حسب ما متعارف عليه كان إثر رصد إعلانات فيسبوكية حول ممارسته العرافة وغيرها من الممارسات ذات العلاقة بالعلاج من بعض الأمراض وبإذن قضاء تولى أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببن عروس مدهمة منزله وباستشارة نياب العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس أذنت بالاحتفاظ بالعراف وذلك من أجل شبهة تبييذ أموال والتهرب الضريبي وممارسة الشعوذة مع إنجاز جملة من التسخير الفنية والعلمية اللازمة على ذمة البحث